أعزائي المشاهدين أهلاً ومرحباً بيكم في حلقة جديدة في المسيح هو الحل المسيح قال أنا هو الطريق والحق والحياة هتلاقوها في إنجيل يحن قالها يسوع المسيح وما قالش خذوا بالكم من الكلام اللي جاي ده أنا طريق لكن قال أنا هو الطريق معرفة بقلب بمعنى إنه هو الطريق اللي يوصل للسماء من غيره مش هيكون لكي السماء ولا الحياة الأبادية مفيش حاجة اسمها كل الطرق بتود الرومة أنت لو أقنعت نفسك بكده مش هتروح رومة أقولك هتروح فين؟ هتروح جهنم برضو هو قال أنا هو الباب مفيش حد تاني يقدر يدخلك السماء إلا الباب الباب ما تقدر تخش من غير الباب؟ ما تقدرش هتنط من على السطوح برضو مش هتقدر هتبقى حرامي لكن الباب لازم تدخل يقولك خش البيت من بابه هتخش السماء من بابها عن طريق السيد المسيح عزيزي المشاهد خد بالك من خداية الأديان الأديان بتعرفك خطورة الخطيئة لكن ما بتقدمش لك الحل ما بدأ إن الأعمال كويسة وانا بزكي وانا بصلي وانا مش عارفة إيه ومش بسرق وبعمل سواء سلبية أو إيجابية خد بالك كل الأديان يعني في ناس كده تقولك إيه أنا مش بسرق وإه وكل الأديان هتوصل للسماء ده مش حقيل أنت كده بتخدع نفسك يسوع المسيح الطريق الوحيد للخلاص لأنه هو الوحيد اللي قدر يدفع تمن خطيئك لأنه بلا خطيئة قدر يدفع تمن خطيئك لأنه هو بلا خطيئة ومش خطيئك إنت بس لكن خطايا كل البشر من خلال تجسده وموته على الصليب وقيامته من الأموال الخلاص والسماء متوفر من خلال الطريق اللي هو الرب يسوع المسيح والإنجيل اللي هو كلمة الله بيزف ليك بشارة رائعة جدا جدا وقال ليس بأحد غيره الخلاص يعني ليس بغير المسيح الخلاص لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص تجيش وتقبل المسيح قل له كده يا رب يسوع المسيح أنا بسدق أنك أنت الطريق والحق والحياة اللي لازم أخلص عن طريقك بقبلك على الصليب بقبل قيامتك بقبل كل شيء قدمته لي أشكرك على مغفرت الخطايا لك كل المكت المسيح هو الحل موسيح 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 موسيح